الرب يسوع كان عارف من سيسلمه أنا موجود على جبل صهيون بجانب كنيسة صياح الديك قديماً بيت قيافة عدة أمطار مش بعيدة عن هون العلية وين المسيح اجتمع مع التلاميذ في العشاء الأخير وفي هذا العشاء أنبأ أن يهوذة سيخونه وأيضاً أنبأ أن بطرس سينكره بطرس أنكر المسيح في هذا المكان وصاح الديك من أجل هذا طبعاً سموا لكنيسة كنيسة صياح الديك لكن يهوذة أخذ الجنود ورأساء الكهنة وشعب غفير قبضوا على المسيح في بستان جتسماني وصاروا في وادي قدرون ليحاكم في هذا المكان عندما شعر أنه سلم دم بريء ذهب ورمى الفضة اللي أعطوا إياها في الهيكل وطبعاً اشتروا ما يسمى حق الدم المكان مش بعيد عن هذا المكان في ملتقة وادي قدرون مع وادي هنوم لأنه آخر جبل صهيون هو عند وادي هنوم أو جبل أو وادي جهنم كما يقال وادي النار هناك في هذا المتقاطع انتحر يهوذة شنق نفسه وسقط على الصخر وخرجت أحشاءه منه فطبعاً هو خان الرب يسوع المسيح لم يتوب أو يرجع للرب كما فعل بطرس لكن السؤال ليه خان الرب يسوع المسيح طبعاً ممكن تكون أسباب كثيرة لربما توقع أنه عندما يسلم أنه المسيح يقوم في عمل سياسي كملك وأنه يطيح بالامبراطورية الرومانية أو لربما كان يطمع في منصب معين لكنه عندما رأى أن المسيح وديع وحليم ومتواضع وأنه كل هذه الأمور عم تحدث في مشورة الله كان طبعاً الفكرة بتختلف فسلم الرب يسوع وخنق أو شنق نفسه كثير من الناس اليوم بتآمن أنه يهوذة هو اللي مات على الصليب مثل ما بقولوا أحبائنا المسلمين شبها لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم طبعاً هذا الشيء مناقض جداً للكتاب المقدس لعدة أسباب أولاً يعني طبيعة الله لا تتمشى مع هذا الشيء الله لا يخدع الله لا يمكر الله لا يغش يعني لو عاوز يأخذ المسيح حي كان أخده حي ما فيش داعي أنه يعني يشنق شخص أو يصلب شخص بريء شيء تاني لو أنه هو اللي كان على الصليب كان ممكن يقول يا جماعة صدقوني مش أنا مش أنا هو المسيح أنتوا غلطانين بالنمرة مش أنا هو فإذا لا يتمشى مع قداسة الله ولا يتمشى مع طبيعة الله ثم شيء آخر أحبائي موضوع خيانة يهوذة تنبأ عنه الكتاب المقدس في العهد القديم ثم مراراً الرب يسوع المسيح تنبأ أنه واحد سيسلمه في شخص راح يخونه عدة مرات فإذا الأمر كان متوقع والرب يسوع حتى في العلية في العشاء الأخير أعطى فرصة وقال الذي أغمس معاه في الصحفة لكنه خلص ركب العنان وذهب وسلم يسوع المسيح ثم أحبائي المسيح يعني لو كان يهوذة كلام المسيح مع يحنى ومع القديسة مريم هو ذا ابنك هو ذا أمك طبعاً ألا يمكن أن تعرف مريم الفرق بين يهوذة وبين المسيح يسوع ثم ماذا عن التلاميذ ماذا عن القصة المعروفة في كل أورشاليم أن يهوذة انتحر وكانت معروف القصة للجميع في هذه المنطقة فإذا هذا لا يمكن أن يحدث لأنه لا يتناسب مع طبيعة الله مع قداسة الله فإذا هو الذي شنق نفسه تتميم للنبوات اشتركوا في القناة